في ظل الضغطات الكبيرة التي يعرفها العالم وعدم قدرة الاقتصاد العالمي على استئناف نشاطه على نفس الوثيرة قبل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية جاء تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بشأن طايوان ليضع اقتصاد العالم في وضع محرج خصوصا وأن هذه الرقعة الصغيرة تتربع على عرش صناعة واحدة من أهم صناعات العصر الحديث ويتعلق الأمر بصناعة الرقائق الإلكترونية الاقتصاد الصيني وبعد ارتفاع صادراته جراء تخفيف القيود الخاصة بمكافحة كورونا يرى خبراء الاقتصاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لبطر النفوذ الصيني العالمي سيما وأن طايوان تعتبر واحدة من أهم الممرات المائية أين يمر منها ما يقرب نصف من حاويات العالم ونحو 88% من أكبر سفون العالم الولايات المتحدة الأمريكية وبعد فشلها اقتصادي في أوكرانيا هي تلعب ورقة جديدة في طايوان ضد الصين كمحاولة منها لإعاقة التوسع الرهيم الذي يعرفه اقتصاد شرق الكرة الأرضية خصوصا وأن نظامها الاقتصادي وصل لمرحلة الشيخوخة